الأستاذ بهاء مسؤول الصوت معايا هنا قال لي حاجة غريبة قوي عشان تفهمنا التقرير ده كان فيه إيه لطفته يقول لي أنه الأسبوع اللي فات كان رايح مع حد من أصحابه يروحوا يخطبوا حد فراح يخطبوا فخلاص الناس حصل قبول فقال لهم طب تعالوا نقرأ الفتح فيفاجأ أن الشخص اللي جاي يخطب يقول لهم لا اسمحوني مشاق درق للفتح إيه يعني أنت مش جاي تجاوز ولا إيه قال لهم لا أصلي رأية الفتحة بدعة يعني أنا يا ربيض رأية الفتحة بدعة يعني قراءة القرآن الكريم بدعة يعني أنا يا ربيض أنت إيه اللي أنت عايشه ده هو ده اللي خلى الناس محتاجين لننحن نذكرهم بهذه الأصول للعادات المصرية تعالوا نشوف فقه هو المصريين إيه اللي حصل وليه بيقروا الفتحة عند ما يتفق على أي حاجة وخاصة في الجواز صاحبنا اللي قاله ده لما قال إن قراءة الفتحة بدعة عند الاتفاقات فالحقيقة يعني وبالبساطة يعني اللي أنت قلت هو اللي بدعة واللي بيعملوا المصريين هي هو السنة وتعالى أعلمك ليه هو ده السنة أول حاجة في حديث عند الإمام مسلم ليه رواية متعددة منه رواية سيدنا أبي فرايرة يقول إيه والقرآن حجة لك أو عليك فالمصريين قالوا كده واحدة واحدة يعني إيه القرآن حجة قالوا القرآن حجة يعني القرآن شاهد إما يكون شاهد لك أو شاهد عليك طيب القرآن حجة يعني القرآن شاهد والفتحة العلماء يقولوا إيه إن الله سبحانه وتعالى جمع القرآن كله في الفاتحة جمع القرآن في الإيه في الفاتحة هم يزودوا بيقولوا جمع الفاتحة في بسم الله والفتحة بتجمع كل القرآن فأصبحوا بيقرؤوا الفتحة باعتبارها الشاهد على الاتفاق اللي بينه ويبقى كده القرآن شاهد يعني إيه بيقولوا للشخص وعوادات اللي جاء في فكر المصريين هو بيقروا الفتحة إيه عشان يبقى فيه شيء من الإلزام هو صعب نقال الفتحة دي لجواز آه بس الفتحة دي فيه احترام للحرمات مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظروا إليها ده احنا كان بس في الجواز احنا كان في كل حاجة فأصبحت الفتحة نوع من أنواع الإلزام يعني نذكر الناس ان هم يوفوا بالإيه بالعقود وان الناس يوفوا كمان بالعهود فخلاص احنا متوعدين ان احنا نتمم وده كمان ده القرآن الكريم شاهد علينا قال له فين القرآن الكريم هنقدر نقرأ القرآن الكريم كله عند الاتفاق قال له لا طب نقرأ الفتحة لان هي ايه خلاصة القرآن الكريم فأصبح عند الناس سواء بيتفقوا في جواز او ييتفقوا في بيع وشيرة او ييتفقوا حتى في صلح ما بين الناس واحد عايز صالح رجل على مراته فيقول له ايه نقرأ الفتحة نقرأ الفتحة ليه عشان كده يبقى القرآن هو أشاهد علينا وليه يبقى القرآن شاهد علينا تعالوا بقى واحدة واحدة عشان ندوق حلاوة جمال المصريين وفهمهم العميق لسنة رسول الله سلم وفهمهم العميق كمان لكتاب الله طب قالوا الفتحة قالوا احنا بنقرأ بقراءة حفظ بقراءة حفظ الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفتح طيب عندنا حديث في الترميذ بيقول ايه كله أمر انذيبال لا يبدأ ببسم الله فهو أبطر وفي رواية وكله أمر ذيبال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبطر قالوا طب فين الحاجة اللي بتجمع ما بين بسم الله والحمد لله قالوا الفتحة قالوا خلاص بنقرأ الفتحة لان ايه دوة الحاجة اللي هتخلي الحاجة تكمل عارف انت لما نقرأ الفتحة بنتمنى ايه ان الجوازة تكمل بنتمنى ان البيعة تكمل بنتمنى ان الصلح يكمل فبنقرأ بسم الله والحمد لله عشان ما يحصلش قطع ايه ده هم فاهمين فاهم عميق اوي كده اه فاهمين فاهم عميق كده يبقى كده اول حاجة احنا بنقرأ الفاتحة لانها خلاصة القرآن فيبقى القرآن شاهد فنوثق الاتفاق طيب او نقرأ الفاتحة لان فيها بسم الله والحمد لله والاتنين دولة حضرت النبي علمنا ان احنا نبدأ بيهم عشان ايه نبدأ بيهم عشان هما دولة الباب اللي بيخلي الحاجة تكمل لان حضرت النبي قال كل امر ذيبال لا يبدأ باسم الله فهو ابتر كل امر ذيبال لا يبدأ بالحمد لله فهو ابتر طيب احنا عايزين حاجة ما تتبترش فنقول بسم الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طيب مش هنكمل الفتح هنكمل بقى الفتح وحشان كده لما واحد سأل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اي اللي عمل يقحب الى الله قال الحل مرتحل اللي هو ايه الحل مرتحل اللي هو في قراءة القرآن الكريم إنه كلما انتهيت من القرآن تبدأ مرة ثانية طيب لما تبدأ مرة ثانية حتى لو ختمت تقرأ الفاتح يبقى إحنا عندنا قراءة الفاتحة دي علاقة بيننا وبين القرآن الكريم